موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحابته يا جمعين عزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات المشاهدين والمشاهدات التلاميذ والتلميذات لأباء الأمهات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول حصة الصرف والتحويل المتعلقة بالدعم السنوي العام لتبيج الضواهر الصرفية الجزء الثاني صفحة 209 إذن سبق لنا في الحصة الماضية أن تناولنا الحصة الأولى من الدعم السنوي العام المتعلقة بتثبيت الضواهر الصرفية الجزء الأول في هذه الحصة كذلك سندعم ونقوم بعض الضواهر الصرفية المتعلقة بأسماء الإشارة الضمائر المنفصلة ثم الأسماء الموصولة إذن كما تلاحظون في السؤال الفعل الأول لدينا أحول الجملة حسب الفعل المستعمل الفعل المستعمل في هذه الجمل لدينا هنا الفعل أحب يحب يحباني هنا في ضمير المثنى المذكر الغائبان تحب ضمير المفرد المؤنث الغائب ثم يحبون الجمع المذكر ثم تحباني المثنى المؤنث إذن كما تلاحظون هذا التحويل سيشمل اسم الإشارة هذا ثم الضمير المنفصل هو ثم الاسم الموصول الذي ثم الفعل يحب إذن سبق لنا أن تطرقنا إلى كل هذه الضواهر الصرفية فيما يتعلق بأسماء الإشارة أو الضمائر المنفصلة أو الأسماء الموصولة في الدروس السابقة ما عليكم إلا أن ترجعوا إلى الفيديوهات السابقة قصد للطلاع وفهم أكثر هذه الضواهر دائما لمفهم شيء ظاهرة رأى جميع الدروس متعلقة لا بصرف التحويل ولا التراكيب ولا الإملاء رأى موجودة على قناة إذن ماذا نقول في الجملة الأولى فيما يخص المثنى المذكر يحباني إذن ماذا نقول في الجملة لاحظوا معي أدينا هذا هو السائح الذي يحب التزحلق على الثلج إذن بالنسبة للمتنى المذكر نقول هاداني هاداني إذن فهاداني هنا هذه من الكلمات التي يختلف نطقها عن رسمها ننطقها هاداني وكأننا نكتبها بالألف ولكن عند الكتابة نكتبها بدون ألف إذن هنا يجب الانتباه إلى هذه المسألة إذن هاداني هما نقول هما كذلك الضمر المنفصل المتنى المذكر هما هما السائحاني السائحاني نعم اللذاني لاحظوا معي اللذاني سوف أكتبها بلا مين لذاني يحباني نعم يحباني التزحلق تزحلق على الثلج على الثلج نعم الآن سوف أشكل الجملة هاداني هما السائحاني لذاني يحباني تزحلق على الثلج نعم إذن بالنسبة للمفرد المؤنث ماذا أقول من المفرد المؤنث لدينا تحب إذن نقول هذه اسم الإشارة المفرد المؤنث هذه هي سائحة سائحة التي نعم تحب تحب تزحلق نعم على الثلج سائحة التي تحب تزحلق على الثلج نعم الآن نمر إلى الجمع المذكر الغائبون إذن هذا نقول هؤلاء هؤلاء الجمع المذكر اسم الإشارة الجمع المذكر هؤلاء هم هم أو هم السائحون أو السياح كلتا الحالتين صحيحة إذن نقول هؤلاء هم سائحون أو سياح نقول السياح السياح الذين الذين ننطقها وكأنها بلامين ولكن عند الكتابات نكتبها بلامين واحدة الذين يحبون يحبون تزحلق نعم تزحلق على الثلج على الثلج نعم الآن نمر إلى المثنى المؤنت ماذا نقول نقول هاتاني هنا هاتاني نكتبها بالآلف بعد الها نقول هاتاني آتاني هما سائحتان سائحتان لتاني نكتبها كذلك بلامين لتاني تحباني تحباني تزحلق على الثلج نعم هنا أعتذر عن الخط تزحلق على الثلج نعم بالنسبة للسؤال الثاني ماذا لدينا لاحظوا معي السؤال الثاني أعرف 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 الكلمات الآتية حسب المطلوب هنا الأمر يتعلق بالاسم المعرف بالإضافة نعم والاسم النكرة والاسم المعرف بأل لاحظنا بأن في الحصة السابقة من الصرف التحويل بأن الاسم يمكن أن يعرف بالإضافة نعم إلى اسم ظاهر أو يمكن أن يعرف بالإضافة نعم إلى ضامير ماذا لدينا هنا الكلمة نكرة الكلمة معرفة بالإضافة إلى اسم الكلمة معرفة بالإضافة إلى ضامير الكلمة معرفة بأل لدينا الاسم الأول كرة نعرفها بالإضافة إلى اسم نقول مثلا لاحظوا معي نكتب كرة سوف نجردها من التنوين لأنها ستصبح معرفة بالإضافة إلى اسم كرة نقول مثلا كرة القدم كرة القدم المضاف إليه هو اسم ظاهر الكلمة معرفة بالإضافة إلى ضمير نقول مثلا كرة هو الضمير هنا هو ضمير متصل نعم وهو مبني في محل جر مضاف إليه الكلمة معرفة باله إضافة ال إلى الاسم كرة نقول الكرة ببساطة الكرة نضيف ال نعم ونجرده من التنوين لدينا ماء الكلمة معرفة بالإضافة إلى اسم نقول مثلا ماء ماء السقاية مثلا السقاية ماء السقاية اسم ظاهر هنا المضاف إليه هنا اسم ظاهر نقول كذلك هنا الكلمة معرفة بالإضافة إلى ضمير نقول مثلا هنا ماء ها أضفنا هنا ها الغائب وها الغائب هو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه بنسبة الكلمة معرفة بال ببساطة نقول الماء الماء مسبح نقول مثلا سنضيف هذه الكلمة نعم نضيفها إلى اسم ظاهر مسبح مثلا الحي مسبح الحي مسبح الحي هنا المضاف إليه هو اسم ظاهر كلمات الكلمة معرفة بالإضافة إلى ضمير نقول مثلا مس ب مسبح مسبحهم على سبيل المثال ممكن أن تضيف هذه الكلمة إلى ضمائر متصلة مختلفة مسبحهم أنا هنا أعطيت أمثلة فقط مسبحهم الكلمة معرفة بال المسبح ببساطة المسباح صوت نعم مثلا نقول نضيف هذه الكلمة إلى اسم ظاهر صوت مثلا صوت الطائرة مثلا أو صوت العصفور أو صوت نعم صوت أو صوت أو صوت القطار صوت الطائرة بالنسبة للكلمة معرفة إلى ضمير مثلا نقول صوت صوتنا مثلا صوتنا نا هنا نعم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه بالنسبة لكلمة معرفة بأن نقول الصوت ببساطة الصوت نضيف ونجرد الكلمة من التنوين الصوت هذا كل ما يتعلق بهذه الحصاء كانت باختصار دعم نعم وتذكير فيما يخص أسماء الإشارات ثم الضمائر المنفصلة ثم الأسماء الموصولة ثم الإسم المعرف بالإضافة أشكركم على انتباهكم دمتم قحب بالله ورعايته وَإِلْ مُلْصَفَةً موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر